بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا عيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لمتم برهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصيرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فجادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهدئون الله يستهدئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهددين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعلموا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا مع بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد مفاقه ويغطعون ما أمر الله به أن يوصل ويغفدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الزماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الفئفرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرباها به الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب نير هم فيها قالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهديكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباضي وتكتبوا الحق وأنتم فاعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الوافعين أتأمرون الناش بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدن ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستعيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإن فرطنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرطنا آلة العون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عقونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ولمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الوحيم وإذ قلتم يا موسى لن نظمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رضدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا شطة نغتل لكم خطاياكم وسنزيد المشتنين فبدل الذين ظلموا قولا غيرا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجدا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ تفقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفزرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقتائها وقومها وعدتها وبصرها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهلقوا مطرا فإن لكم ما تألتم وغربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يطفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئين والنصاري والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعلم صالحا فلوهم أدوهم عند ربهم ولا أوكم عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا نتاقكم ورفعنا فوقكم وخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمكم من القاتلين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبس فقلنا لهم فقلنا لهم أولو قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعرة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأهركم أن تنبحوا بقرا قالوا أتستخدنا هدؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صطراء فاقع لونها صطراء فاقع لونها ستروا الناغرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلور تسير الأرض ولا تسقي الحر ولا تسقي الحر فمسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبعوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مغرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قت قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة فهيك الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفقوا فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله براثل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون سلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تأكلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلق الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاقف به خطيئته وأحاقف به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون وإذ أخذنا نتاق بدي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وكونوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا نتاقكم لا تسكون جماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديركم ثم أقربتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديرهم فالله ورون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارع تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفكرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا منصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه جروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوب ناغر بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدر ما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكفرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادي فباعوا بغضب على غضب وللكفرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا نتاغكم ورفعنا فوقكم الطور ورفعنا فوقكم الطور حذوما آتيناكم بقوة واتمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم من العجل بكثير قل بيس ما يأذركم به إبادكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدعوة الآخرة إن الله خالصة من دون فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ونفذنهم أحرط النيت على حياة ومن الذين أشرطوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحجحه وما هو بمزحجحه إن العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشر من مؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وريكا فإن الله عدون من كيفرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينا وما يفكر بها إلا الفاسقون أو كلما آهد عهد النبجه فريق منهم بل أفسر هم لا يتمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين قلتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا معلمون واتبعوا ما تجل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُزل على الملكين وما أُزل على الملكين بباب لهاروس ومارو وما يعلمان من أحد حتى يقول لا إنما نحن فنة فلا تفكر فيتعلمون منهما ما يفرغون به بين المغز وزوجه وما أُزضار به من أحد إلا بذل الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ماله في الآخرة من خلاق ولذي تماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا غائنا وقر منظرنا واسمعوا وللكي فيه عذاب أليم ما يوذل الذين كفروا من أهل السكاب ولا المشركين أجل فلأليكم خير من ربكم والله يحفظ برحلة من نساء والله بالفضل العظيم ما ما ننسخ من آية أو من شأها نحف بخير منها أو بخير ألم تعلم أن الله على كل شيء فهي ألم تعلم أن الله لن نمشي الكماوات والأرض وما لكم ذو الله ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما تحلموا سائل قبيل ومن يتبدل كفر بالإيمان فأضل سواء السئيل ومن تكذير النهل الكتاب لون رسول فيه بأم إيمان كفر وكفر وكفر أن بأم تسأل أن سأل أن يقفر قبيل بعد وقف أجل يالله الأن إن الله على كل سيء السبيل وعطين الصلاة وعطين السفاة وما في أشبال أين تسكين أين سيء يؤمن الظا من الله ما تحدي السفاة وكفر يالله يالله سيء وكفر يالله وكفر وكفر يالله اشتركوا في القناة 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 شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤف رحيم قد نري تغلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءت من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين هاتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليبتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممكنين ولكل وجهة هو موليها فاستدقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يمتل في سبيل الله أموات بل أحياءه ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والبوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصامدين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيناس والهدى من بعد ما تلناه للناس في الكتار أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهير واختلاف الليل والنهير والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقومه يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريه الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الميت يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أضل به لغير الله فمن اضطر غير بعض ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتغون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتغلوا ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النير ذاتك أن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلطوا بالكتاب لفي شقاق بعيد ليس البرو أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرو من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القوبى واليتامى والمتاكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والنفون بعهرهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحب بالحذ والعبد بالعبد والأنت بالأنت فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحتان ذلك تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبتلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائر إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوني لعلهم يرسدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يستقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنسأتوا البيوت من قهونها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى إن قاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكفرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأزموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من وقته ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمدع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وزقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا خسوق فلا رفت ولا خسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقون يا أولي الألباب ليس عليكم دناع أن تبتروا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن النيس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على بنيا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليففد فيها ويهرك الحوت والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولدس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ارتراع مرضاك الله والله رأوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا فقوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقمي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتكم فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم المينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسار والضراء وزرزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو سر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يغذوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يغتل منكم عن دينه فيمت وهو كاتل فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النير هم فيها قاملون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يغجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نسعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العرض كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المبتد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبتم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يقهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتقدرين نساءكم حرث لكم نساءكم حرث لكم فأتوا حردكم أن ناشدتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا أن تبروا وتتقوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع نساء لا يؤخذكم الله ورحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن تلا تتقوا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهمن بالمعروف وللرجال عليهمن درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن شاكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خبتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنها أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله وتلك حدود الله أبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقط ظلم نفسه ولا تتخلوا آيات الله هذؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأقهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذغون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهد وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء يو أفننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن شرا ولكن لا تواعدوهن شرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعذبوا عقدة النكاح حتى يبلغ القتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حبيب لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريرة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريرة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله طالتين فإن خذتم فريالا أو ركبانا فإذا أمنتم فانكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذغون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا يناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من جيرهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقلب الله غرضا حسنا فيضاعبه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسغ وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد نوسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عشيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديرنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت تاعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسد والله يؤتي ملكه من يشاء والله واشع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل حارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصادرين ولما بردوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفر علينا صبرا وتفت أقدامنا وتفت أقدامنا وانطرنا على القوم الكترين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفتدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يدير يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبيل الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى فقد استمسك بالعروة الوسطى لم تصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميه قال إبراهيم فإن الله يأت بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذين مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حميرك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نفسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أيني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبعة نابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبضلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صطوان عليه تراب فمثله كمثل صطوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكفرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بغبوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أخلها ضعفا فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخديه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واشع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذي أو نذرتم من نذي فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصير إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتراء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للكبراء الذين أحصروا في سبيل الله الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهير سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم غالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرجي الصدقات والله لا يحب كل كفير أكين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الذكات لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى من ترى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ببين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب من العدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وقلهم للوليه بالعبد واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرين ولا يأف الشهداء وإذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاغة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم دناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على شفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فوهن مقبورا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائتوا من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله فيغفل لمن يشاء ويعلم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائفته وكتبه ورسله لا نفلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفدا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تحمل